شايفيني الجمال ده؟ أحلى بسكوت ده ولا إيه؟ بسكوت اقتصادي رهيب جداً بأشكال طحفة ببيضة واحدة بس ونص كباية زيت عملنا الجمال ده عملت 42 بسكوتة بنص كباية زيت شايفة الجمال؟ وعملتلك أشكال جميلة جداً من غير طوابع من غير مكينة من غير أي أدوات كلها أدوات موجودة في البيت شايفة الأرمشة بتاعة البسكوت بتاعنا رهيبة قبل ما نقول عملنا وصفة النهاردة إزاي؟ لو أنت أول مرة تشوفيني تخلي القناة وقيام المحتوى لو عجبك أعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل يعني وصالت كل جديد يلا بنا نبدأ ونشوف عملنا وصفة النهاردة إزاي؟ معي نص كباية سكر هنزل عليها ببيضة بدرجة حرارة الغرفة ونص كباية من الزيت استخدمي كباية واحدة لجميع المقادير عشان تطلع معاك الوصفة نجحة بعد كده أنا حطيت بانيليا سايلة بتدي طعم جميل جدا البسكوت بتاعنا بيبقى زي الجاهز كده بالظبط وهنا جنت حطيت أسانسة حليب بس للأسف ما جاتش في الوصفة هنا هوت ده بيدي طعم البسكوت الجاهز بيقى موجودة عند مسلزمات الحلويات وبعد كده هنا حطيت كبايتين من الدقيق هنزل بهم تدريجي نزلت بكباية ونص الأول وخليت النص معايا بعدين وحطيت زره من الملح وهنحط معلقة صغيرة من البكينجي بودر أو خميرة الحلوة بالدول العربية بقلوا عليها خميرة الحلوة وقلبت المكونات كده مع بعض دي احنا مش بنعجن بندمج بس كده المكونات ده بسكوت بالشكل دوت لغاية ما شوف العجنة بتعتي محتاجة ولا لأ لقيت العجنة بتعتي محتاجة فاخدت نص الكوبية الثانية كله يعني دلوقتي انا اخدته كبايتين على نص كوبية الزيت المأدير بتاعتي كده مظبوطة جدا كل دي بيكون على حسب احتياجه فيه دي بياخد الكوبيتين فيه دي ياخد مثلا الا معلقة الا معلقة تانية على حسب نوعية دي بتاعك بنعجل العجينة بالشكل دوت بعد كده هقسم العجينة لاني عايز اعمله بالشوكلت جزء منه بالشوكلت وجزء منه بالفانيليا زي ما انتم شايفين كده شايف العجينة بتاعتنا طرية وجميلة ازاي انا عايزاك تنزلي تدريجة عشان تحصلي على العجينة الطرية اللي بالشكل دوت اذا خلاص انا قسمت العجينة الجزء بقى التاني دوت هحط عليه معلقة من الكاكاو وطبعا انتم عارفين كاكاو بينشف العجينة شوية فهنزل عليها بمعلقة من الزيت وبعد كده ابتدي اعجن العجينة بتاعتي لاتما تاخد اللون المناسب كده خلاص شايفين العجينة بتاعتنا لونها جميل ازاي وطرية برضو زي ما هي خد بالك عشان الكاكاو بينشف العجينة ويريد تشكلي بالكاكاو الاول عشان بتنشف بسرعة وبعد كده تعالي بقتي صنية ندهنها بالزيت ده هنا كويسة من الزيت عشان البسكوت بتاعنا ما يلزقش ودروري جدا لما تيجي نشكل البسكوت ونحط في الصنية عزاك تخلي مسافات بين البسكوت لان البسكوت ده بتاعنا بحجمه بيكبر بناخد بصوا قطعة كده صغيرة ونعملها كورة ما تستكبريش اعملي قطعة صغيرة لان البسكوت بينفش سواء في الارتفاع وفي المساحة كمان ببتدي بقى بجبت هنا سكينة بصوا من غير اي حاجة خالص جبت السكينة وعملت الشكل ده كده راح جاية كده هو تعالى قطعة العجين اللي احنا دورناه وعملنا الشكل الجامل اللي انت شايفينه دوت بصي اه كده اسهل ما يكون حقيقي وفي النهاية الشكل خرافة نحطها بقى في الصنية وممكن كمان تعملي بالورب بعد ما عملنا بالطول نعمل برضو بالورب وتديني الشكل دوت عملكو كده شكل وكلها حاجات موجودة في بيتنا ما عملناش باي حاجة من بره وده الديب دوت بتاع الكيس الحلواني عملت بيه الشكل ده كده زي ما انتم شايفين وهنا برضو بالسكينة برضو هنعمل الشكل دوت بصوا طبعا الطريقة بتجاوب على نفسها مش لازم اشرحها انتم شايفين دلوقتي التشكيل بتاعنا ازاي ده كان شكل ايه تالت اهو عملت مرة تاني بالسكينة برضو بتفضلي كده راحة جاية كده وبتديك الاشكال الجاملة دي تممكن برضو بالمعلقة بتعملي كده حزوز كده بالمعلقة هنا بحاول عشان الشمس كانت ايه ضربة مش موريان مش عارفة اوريكم الشكل النهائي اعودي كده بالسكينة ادرابي فيها كده هوت لغاية ما تلاقيها عملت معاك الشكل دوت وهنا برضو عملت برضو اللي هي بالفانيليا حبيت اوريكم جميع الاشكال اللي عملتها سواء بالفانيليا او بالشوكولت جاملة جدا وسهلة جدا والنتيجة بتاعتها حقيقي ان هيجي مضمونة وما خدتش في قدنا وقت في سواني كنت عملت البسكوت والشكل ده بصراحة عجبني جدا حبيته في التشكيل ولما كمان اتخبز برضو كان شكله جميل جدا بصوا بكل سهولة بنعمل الشكل الجميل ده طبعا بقى ايه زي ما قلتليك ضروري جدا توسع المسافات لانه هو بيسواء في المساحة ممكن يلزق في بعضه وفي الارتفاع برضو بيرتفع فانت خلي العجينة بتاعتك صغيرة ما تكبرهاش حتى جربي واحدة الاول ويدخلها الفرن هتشوفي الارتفاع بتاعها والمساحة هو بيفرش قد ايه علشان ما يلزقش منك في بعضه بقى جميل جدا هندخل الفرن على درجة حرارة مئة وتمانين في الرف الاوسط بياخد حوالي اتناشر دقيقة في نص الوقت طبعا بنلف الصينية زي ما بقولك كل مرة دامن تلف الصينية علشان ياخد البسكوت لون موحد وبعد كده بتشغلي الشوية على الجزء اللي هو الابيض دوت ياخد كده لون الفوق زي ما انت شايفة كده بص لونه طحفة رهيب جدا حقيقي بسكوتة مقرمشة عملت من كل نوع آآ سبع بسكوتات دي طبعا قد صينية وكان معايا صينية تانية صغيرة عملت من كل رسمة سبع بسكوتات آآ جمال جدا في التشكيل دوت يديتني اتنين واربعين بسكوتة شايفة البسكوتة بتاعتنا بعد التسوية قبل التسوية زي بعد التسوية ما اختلفش خالص ولا فرش ولا اي حاجة اهم حاجة بس مش عزكة كالطريق الزيت او في الصينية واول ما يخرج حاولي كده باي حاجة وشليها عطوها عشان ما يلزقش وهو سخن كده وهو شلي البسكوتة عشان ما تلزقش منك وبس درودة دهنها برضو بالزيت وتوسع المسافات دي اهم حاجة عندي في البسكوت شايفة شايفة الصمك بتاع البسكوتة قد ايه وحجمها برضو كبر فاخد بالك بسكوتة مقرمشة رهيبة جدا مع كوب بيت كده شاي بلبن مع شاي الكارك مع الكواتشينو مع كوب بيت القهوة كده بتبقى حكاية حقيقية يلا لما جود معي الغاية دلوقتي يدوس لايك ويقولي بتابعني منين كده كل خلصت وصفتنا النهاردة لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبيبك واصحابك وقرايبك اعملي لايك وعملي شير للوصفة ولو انتش مشتركة او مرة تشوفين اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل لانوصلك كل جديد تمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها تقولي رأيكم في التعليقات وقلقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته